لما ذكرناه مراراً وتكراراً التفتولي أعزائي لما ذكرناه مراراً وتكراراً أنه لا ينبغي أن نأخذ كل نص وارد في القرآن أو في السنة النبوية أو في روايات الأئمة منعزلاً عن باقي النصوص أعزائي لأن هذه الكلمات الآيات القرآنية صادرة من متكلم واحد الروايات الصادرة عن النبي الروايات الصادرة عن الأئمة أيضاً بحكم متكلم ماذا؟ متكلم واحد إذن لا معنى لأن نعزلها ونجعلها كالجزر المنفصل المستقلة بعضها عن بعض فنقول دلالة هاي الروايات بغض النظر لا 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 أبداً بغض النظر ما أكوه لابد أن تأخذ ماذا؟ السياق جميعاً ولذا أعزائي السياق اللي أنا أنصح لأعزائي اللي عدو ميردون نقدمه الرسائل ماجستير أو دكتوراه في الأبحاث الدينية بالخصوص واقعاً يأخذوا مقولة السياق مقولة السياق السياق هذه مقولة السياق مم فقط مقولة قرآنية مقولة السياق مقولة قرآنية ومقولة ماذا؟ رواية مع الأسف الشديد نحن إلى الآن عندما نسمع السياق ذهننا يتبادر إلى أربع كلمات قبل الآية أربع كلمات خمس بعد الآية فد آية قبلها فد آية بعدها لا أعزائي السياق له مصاديق متعددة من أوضح مصاديقه هذا من أوضح مصاديقه هذا هذا المعنى اللي إحنا مراراً دنقول للأعزاء أنه واحدة من أهم الإشكالات التي يوردها مخالف مدرسة أهل البيت على مدرسة أهل البيت في الاستدلال بالآيات القرآنية على إمامة أئمة أهل البيت يقولون أن الشيعة لا يراعون ماذا؟ سياق الآيات إلا أنه تأتي وتقول أساساً نحن لا نوافق أن الآيات القرآنية توقيفية تنظيمها توقيفي إذا تلتزم بهذا جيد أنه هاي الآية مع روايات سنة والشيعة يقولون أن الآية عندما كانت تنزل رسول الله يقول ضعوها في كذا ضعوها في كذا ولهذا إحنا مراراً ذكرنا أعزاء قلنا أنظروا إلى هذه الآية المباركة إلى هذه الآية المباركة في سورة المائدة أو في سورة النساء وسورة المائدة والنساء وغيرها المائدة يمكن ظاهراً بل المائدة 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 إلى آية عزائي يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهذه من أهم آيات التي استدل بها على إثبات الإمامة لمن دعا أتكلم الآن قرآنياً لا ما دعا أتكلم ماذا ماذا ورد في الرواية وفي شأن من نزلت لا لا قرآنياً يعني بمقتضى السياق السياق مولانا قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يأدي القوم الظالمين بعد يقول إلى أن يقول قبل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم ثم تقول يا أيها الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين فإن حزب الله إذن الآية تتكلم عن ماذا هل يجوز تولي الكفار أو لا يجوز الآية قالت لا يجوز وإنما يجب تولي من المؤمن وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله إنما يريد الله آية مستقلة له جزء من آية إذن يمكن أن تفصل في السياق أو لا يمكن في الآية الواحدة آية واحدة مو آية قبلها وآية بعدها ما أدري واضح لا أقول أعزائي إذن قضية السياق أعزائي قضية خطيرة جدا ولا بد أنه تكتب دراسات قيمة ولهذا نحن قلنا أنه هم قالوا في آية النساء في آية الأحزاب هم قالوا أنها ماذا مرتبطة بنساء النبي إصرار يوجد أنها مرتبطة ماذا بنساء النبي قلنا إذن كان مقتضى السياق ما هو مقتضى السياق ما هو أن يقول إنما يريد الله ليذهب عن كنا الرجس يا أهالي هذه البيوت يعني المتقدمة ويطهر كنا ماذا تطهر لماذا لأنه السياق السابق نون النسوة أولا التفت جيدا وكذلك بيوتكن في بيوتكن يعني حتى البيت ما نسبه إلى رسول الله حتى ما شرفهن بنسبة بيوتهن إلى من إلى رسول الله قل لماذا هنا قال أهل البيت أفرد البيت وذكر ماذا الضمي ما الذي حدث هنا حيلة العاجز أقولها رسما وإن قالها البعض حيلة العاجز يقول أن هذا المقطع من الآية الزجة هنا صار تلاعب بها لا لا عزيزي لا لا أي تلاعب ما يقوم بالآية وإلا إذا صار بناء أنه كلما لم نستطع أن نحل المشكلة نرجعها إلى ماذا ها إلى أنه فلان وفلان تلاعب بوضعها هنا حتى يضيع مضمون الآية بعد يستقر حجر على حجر في القرآن أو لا يستقر أعزي لا يستقر لأنه أنت كل ما تستدل يقول لا أنتم ابناكم ما هو أنه وقع فيه الحذف وتلاعب والتقديم والتأخير في السور وفي الآيات بل وفي أجزاء ماذا وفي أجزاء الآيات إذن لابد أن هذا الباب يفتح ويغلق يغلق هذا الباب يغلق هذا الباب من هنا قد تقول لي سيدنا إذا لم تكن مرتبطة بالنساء فلم جاءت هنا هذا سؤال لا بد أن نجيب عليه نحن نقول أنها ما مرتبطة بالنساء جزما بقرينتين بقرينة تذكير الضمير وبقرينة ماذا أن النساء ليسوا أهل البيت في الآية لأن النساء بيوتكن نسبهم إلى بيوتهم إذن لماذا جاءت الجواب واضح الجواب واضح كالشمس أساساً لو لم نأتي هذا المقطع في هذا الموضع لكانت الآية ناقصة لماذا؟ لأن القرآن دا يتكلم عن بيوت النبي عن بيوت النبي وبيت علي وفاطم من بيوته أو ليس من بيوته يقيناً إن لم يكن أشرف بيوته فواحدة ماذا؟ من بيوته فإذا لم يذكر هذا كان مشمول لكل هذا العتب الموجود في الآيات ما أدري واضح يعني لأنه الآيات قالت ماذا؟ من يقتن من يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن إذن بيت فاطمة أيضاً كان شئنه؟ مشمول لهذا ولذا القرآن الكريم مباشرةً دخل على الجواب دفع دخل مقدر قال ترى هذا اللي دنقول مرتبط بنسائه لا ببيت علي وفاطمة مباشرةً ماذا؟ قسم أهل بيت النبي إلى ماذا؟ إلى قسمين قسم ورد فيهم ما ورد وقسم ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز هذا وجه وجه آخر حتى تبين أساساً لو لم يرد هذا المقطع أساساً واقعاً كان هناك إشكال دفع دخل مقدر لا يجاب عليه إذن هذا الحتاب الوارد في الآيات شامل لبيت من أيضاً؟ لعلي وفاطمة هذا وجه آخر يا رسول يا نساء النبي إحنا اللي دنقول من يقلت من كنا لله نؤتها أجرها مرتين فلا تخضعنا بالقول قول كذا وقرنا في بيوتك هاي الأحكام الخاصة لنساء النبي لماذا؟ لماذا؟ ما هو وجهه؟ ما هو وجهه؟ ما هو وجهه؟ وجهه أن كنا ارتبطنا برجل هذا الرجل من بيت طهره الله ماذا؟ تطهيراً أكو خصوصية لهذا الرجل ما هي خصوصيته؟ ها؟ خصوصيته أنه من مثل هذا البيت إبراهيم ونخو محصم من مثل هذا البيت يا بيت هذا البيت الذي قال إنما يريد الله ليذب عنكم الرجل أهل البيت أساساً لابد أن يأتي هنا ولو لم يأتي لكانت الآية فيها ماذا؟ محل إشكال يعني شنو الزجة الآية هنا كما يقول بعض العوام هل ستقول لي سيدنا ليش تقول عوام؟ أقول بيني وبين الله هذا من قلة التدبر في الآيات القرآن لأن الآية هنا محلها هنا 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 محلها ولا يمكن أصلاً ما كانت تعطي معنى هذا المعنى العالي والشرف الرفيع لأهل البيت إذا جاءت في مكان آخر إنما أعطت هذا المعنى لأنها ميزت بين بيوت نسائه وبين بيت من؟ ها؟ بيت علي وفاطم